تنظم وزارة الشباب والرياضة احتفالية شباب مصر بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة خمسة ألاف شاب وفتاة من جميع المحافظات ضد سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع مزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية هل هناك تفاصيل أكثر عن احتفالية وزارة الشباب والرياضة لديك؟ أهلا بكم محمد وفاطيمة وبكل أسادة المشاهدين ورحب بكم من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة التفاصيل كثيرة لكن أولا دعني أن قل لك الأجواء المبهجة الجميلة الموجودة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة في هذه الاحتفالية التي تجمع وتستقبل أكثر من خمسة ألاف شاب وفتاة من كل المحافظات لحضور هذه الاحتفالية هذه الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بمشاركة الشباب في الأنشطة الثقافية والفعاليات الرياضية المتنوعة المختلفة وأيضا اهتمام القيادة السياسية وتنفيذ رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بالشباب وتمكين الشباب في كل المواقع هذه الاحتفالية بها عدد كبير من الفقرات الجنائية وأيضا الفقرات الثقافية التي تقدمها كل الفرق الخاصة بوزارة الشباب والرياضة منذ قليل قدم فريق كرال أطفال وزارة الشباب والرياضة بعض الفقرات الجنائية الجميلة في المصرح وهنا الحضور وزير الشباب والرياضة وأيضا ممثلي عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأيضا المسؤولين عن العاصمة الإدارية الجديدة أيضا كان هناك كلمة لرئيس شركة العاصمة للتنمية العمرانية تحدث فيها عن الإنجازات التي تمت هنا في العاصمة الإدارية الجديدة ثم كلمة لوزيرة الشباب والرياضة تحدث فيها عن اهتمام الدولة بالشباب وتقديم كل الدعم اللازم لهم من خلال الإدارات المختلفة لوزارة الشباب والرياضة نتحدث أيضا عن الإعلان عن مبادرة صيف شبابنا لحفظ الشباب على المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة المختلفة في فصل الصيف التابعة لوزارة الشباب والرياضة نتحدث أيضا عن جهزية هذا المكان تحديدا ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تسع لأكثر من ستة ألاف مقعد وتسع لأكبر عدد من الجمهور في الاحتفالات الفنية التي تتم هنا في العاصمة الإدارية الجميلة أيضا تحدثنا مع الشباب الجميع يرحب وسعيد وفخور بما تم على أرض العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات في المشعاط العمرانية ومشعاط التنمية بالإضافة إلى اهتمام الخيادة السياسية بالشباب والعمل على تمكينهم وتقديم كل الدعم المختلف لهم سواء هنا في الجمهورية الجديدة أو حتى في كل المحافظات من خلال البرامج المختلفة لوزارة الشباب التي تدعم الأفكار المختلفة للشباب وأيضا هناك نماذج كثيرة على هذا المسرح نموذج للمجلس النواب محكاة لمجلس النواب وأيضا البرلمان الخاص بوزارة الشباب والرياضة فنتحدث عن وجود عدد كبير من الشباب والفتيات هنا في العاصمة الإدارية الجديدة أجواء مبهجة أجواء كلها تدعو إلى الفخر والسعادة بما يتم للشباب في هذه المرحلة تحديدا وفيما يتم في العاصمة الإدارية الجديدة هناك عدد أيضا سيكون في نهاية هذا الحفل اليوم حفل فني للفنان محمود العسيلي مع كل هؤلاء الشباب والفتيات وهناك أيضا فرحة كبيرة لدى كل الشباب الذين أتوا من كل المحافظات للمشاركة في هذه الفعالية وهذه الاحتفالية الكبيرة والهمة والتي أيضا ستكون بداية لأنشطة كبيرة قادمة خلال فصل الصيف خاصة بوزارة الشباب والرياضة فشباب مصر ليس مجرد اسم ولكن هو على أرض الواقع دار كل شباب مصر هنا على أرض العاصمة الإدارية الجديدة وهذه هي الأجواء ومستمرة حتى يعني خلال الأوقات القادمة عودة عليكم مرة تروقع شكرا جزيلا شكر زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية كنت معنا مباشرة من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة